السلام عليكم مشاهدي تلفزيون السمنة الكرام عنوان الفيديو اليوم عشر اعشاب تقلل السكر هناك العديد من الاعشاب التي تساهم في تقليل مستويات السكر في الدم عند الاشخاص الذين يعانون من مرض السكري ان ارتفاع مستويات الجلوكوزي في الدم بشكل مستمر قد يسبب الضرر للعين والقلب والكلاء والاعصاب لذا فانه لا بد من استخدام الادوية التي تخفض من سكر الدم الى جانب الادوية التي تساعد على انتصاص الخلايا للجلوكوزي هناك اعشاب تقلل السكر بسرعة ايضا ولكن لا بد من استشارة الطبيب قبل البدء باستخدام الاعشاب لانها قد تتفاعل مع الادوية مما يسبب مضاعفات غير مرغوب فيها هناك عدة اعشاب تنزل السكر بسرعة وبالتالي قد تساعد الاشخاص المصابين بداء السكري من وهي كاملتي واحد الصبار الوفاليري تم استخدام نبات الصبار لالاف السنين لما يملكه من خصائص علاجية وتشير بعض الدراسات الى ان عصير نبات الصبار يمكن ان يساعد في تخفيض مستوى السكري في الدم لدى الاشخاص المصابين بالسكري وقد جرت العادة على استخدام العصارة المجففة لنبات الصبار في شبه الجزيرة العربية لعلاج مرض السكري تقليديا اثنان القرفة سينيمين تعد القرفة من ضمن اعشاب تقلل السكر بسرعة حيث يمكن ان يؤدي تناول حوالي نصف ملعقة صغيرة من القرفة يوميا الى تقليل مستويات السكر في الدم والكوليسترولي والدهون الثلاثية بشكل كبير عند الاشخاص المصابين بداء السكري ثلاث الحنظل بتير ميلين يعد الحنظل مكون شائع الاستخدام في الطبخ الاسيوي والطب الصيني التقليدي ويعتقد انه يخفف من العطش والارهاقي والتي هي اعراض محتملة لمرض السكري كما اظهرت الابحاث ان مستخلص الحنظل يمكن ان يقلل من نسبة السكر في الدم اربع شوك الحليب ملك فيسل توجد عشبة شوك الحليب او المعروفة باسم السلبين المريمي المزهرة حول البحر الابيض المتوسط وقد تم استخدامها لالاف السنين نظرا لخصائصها العلاجية وقد يقلل شوك الحليب من مقاومة الانسولين لدى مرض السكري الذين يعانون ايضا من امراض الكبد خمس الحلبة فالنيوكريك تم استخدام نبات الحلبة كاعشاب تقلل السكر بسرعة وتوابل لالاف السنين في الشرق الاوسط وتم اثبات فوائد الحلبة لمرض السكري في كل من الابحاث التي اجريت على الحيوانات والانسان. واحدى الدرسات اظهرت ان الحلبة لها القدرة على التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل كبير. ستة عشبة الجيمنيما جيميم. ان الجيمنيما هي عشبة هندية. ومعنى اسمها هو مدمرة السكر. لانها ضمن اعشاب تنزل السكر بسرعة. فقد اظهرت الدرسات انها تعمل على تقليل مستويات السكر في الدم بشكل مرحوظ. وقد ساهمت في ارتفاع مستويات الانسولين عند بعض الاشخاص. سبع الزنجبيل جينجر. ان الزنجبيل هو احد الاعشاب التي استخدمت في الطب التقليدي كاعشاب تنزل السكر بسرعة. وغالبا ما كان يتم استخدامه للمساعدة في علاج مشكلات الجهاز الهضمية. واضهرت نتائج دراسة حديثة ان الزنجبيل قد يقلل من مستويات السكر في الدم بدون تقليل مستوى الانسولين. مما يعني ان الزنجبيل قد يقلل من مقاومة الانسولين في الجسم عند مرض السكري. ثمانية الجنسنغو. جنسنغا. يشتهر هذا العشب الصيني بقدرته على تعزيز المناعة ومقاومة الامراض. وتبعا للبحثين فان الجنسنغا يبطئ من امتصاص الكربوهايدراتي. ويزيد افراز الانسولين من البانكرياس. مما يزيد من قدرة الخلايا على استخدام الغلوكوز ويقلل من من مستوياته في الدم. ويفضل تناوله طازجا بالرغم من توفره على شكل اقراس. تسع الكركم ترميريك. يندرج الكركم في قائمة اعشاب تقلل السكر بسرعة. فقد تم اثبات ان مركب الكركمين الموجود في الكركم يدعم السيطرة على نسبة السكر في الدم. ويساعد على منع الاصابة بمرض السكري. عشر الميرميت ساردك. ان الميرميت لها قدرة على تعزيز فعالية الانسولين لدى مرض السكرية. ويمكن ان يكون شرب شاي الميرميت صباحا ذو فعالية عالية. فكل ما عليك فعله هو ببساطة نقع ملعقة كبيرة من اوراق الميرميت في كوب من الماء المغلي ثم تصفيتها. شكرا لكم علي المشاهدة. ولكن لا تنسوا عمل لايكن للفيديو. ومشاركة الفيديو في جميع وسائل التواصل. والاشتراك بالقناة. وتفعيل ذر الجرس. حتى يصلكم كل جديد. ومشاهدة الفيديوهات الاخرى بالقناة. مع تحيات تليفزيون السمنة. وتحيات الدكتوري. عاطف احمد.